السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سقغ الحروف لتعليم الخط العربي. النهاردة ان شاء الله اولى حلقتنا من سلسلة تعليم الكتابة بالخط او بالالم العادي. الالم الجاف العادي. فاحنا ان شاء الله نهاردة هنكتب ايا قرآنية يوم ما يستحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. بسم الله ونعرف ازاي بنكتب نكتبها كويس قوي. احنا النهاردة يا جماعة بنشتغل بخط النسخ. يوم ايس كلمة حرف اليه مع الواو بيختلف لما يبقى ييجي مع الحا بيختلف لما يبقى ييجي بعديه حرف صاعد زي الالف وزي البي وزي الكاف هنا. احنا هنا عندنا حرف البي او حرف اليه اسف. بعديه حرف نازل اللي هو حرف الواو. طب ييجي ازاي? انا علشان اسهل نزولي بالواو يجب لازم ابدأ باليه. انا ببدأ كده. ادي السنة بتاعت الياه. لما باجي بمشي ما بمشيش عدل. لأ انا بنزل باخد كده ادي كرفة هو. بالمنظر ده. وبعدين باخد هنا فوق كده. مسلس وبطلع بالالم بتاعي لتحت. بحيث ان انا ادي هنا في زاوية. واروح جايب دي بدرجة ميل. خمسة واربعين درجة. والرفعة دي كده بتبقى الفوق. ما بتبقاش ماشي عالسطر. بحاول ان اخليها الفوق. يوم از الميم. مسلس. ضلعين مسلس. وبزود. بجيب الضلع التالد له من تحت. وبقف هنا. وبنزل بالمنظر ده. هنا بامشي عالسطر. بطلع نغزة بسيطة زي ما انتم شايفين كده. وبنزل النغزة التانية وبطلع بالدال. بدرجة ميل حوالي. من هنا لهنا يعني كده. عشرة في المية لو خدت انا خدت المستقيم كده. يبقى دي ايه? مرحلة الناحية دي. وبجيب الدال من فوق. ما بجيبهاش من تحت. اهي. ما تبقاش اقل من دي. يعني انا لو خدت خدت مستقيم من دي كده. دي هنا. بيبقى دي اعلى. تمام? يوم از يحدس بالمنظر ده. بطلع. بعمل كاني بعمل تلات نقط. وبجيب بمسحها كده. بالمنظر ده. تلات نقط. وبمسحها الفوق. طب لما جانزل بالحا. انزل بيها درجة قد ايه? بتخيل ان في نقطة هنا كده. وبانزل من تحتها. اه. طب مش. لما تيجي بقى تجيب الدال. لازم يبقى فيه كرف. هنا. بجيب الزاوية دي مش بجيبها عدل. لأ انا بجيبها بالشكلة ده. هنا دي. ما بجيش كده. لأ كده غلط. بتيجي بالمنظر ده. كده. اه شايف? كأنها واخد نص دايرة. او في دوران في الايه? في الخط بتاعي. الدوران ده لازم ليه? علشان يديني اه. لما اجي اطلع كده بالدال. ما اطلعش عدل. لأ اطلع ماي السنة. زي ما قلت هاخد هنا كده خطه مستقيم. هيبقى فيه ميل هنا. نفس الدال هنا. هي نفس الدال هنا. تمام? يحدث. التاق بتاعتي. يحدث الساق. اهي. شايفين يا جماعة انا ببنزلش الدي ع السطر. السنة دي ما بنزلش بها ع السطر خالص. وبعدين ابدأ. لا ده انا ده انا بنزل بيها وبخلي فرق نقطة. لما اجي بقى اخد دي بنزل انا ع السطر هنا في اخر الباق في اخر الساق وبطلع بيها تاني. يوم از تحدث اخبارها الالف بتاعتي في خط الناسخ دايما برضك ما بتبقاش عدلة. يعني بتبقى ميلة كده ميل كده. لو خدت خط مستقيم من فوق لتحت هنا كده هلاقي فيه هنا كرف. هنا مساحة. طب الخة. الخة زي ما قلنا. ادي اهي? لما حط نقطة هنا كده. يبقى انا بنزل تحتها. تمام? عشان ايه? في كتير سألوني الميل ده بيجي ازاي? او نعرف درجته ازاي? الميل ده انك انت تتخيل ان فيه نقطة هنا وبتنزل كده. طب انا هنا الخة بعدها حرف على السطر. وبعدها هنا حرف صاعد. يبقى انا بجيبها بالمنزر ده باخو بنفس الشكل. اللي هي اللي احنا قلنا. اللي هو اللي فيه كارف ده. طب انا باخد الكارف ده ليه? علشان اللي ماجي قدي السنة يساعدني الدوران ده على انا قدي السنة ايه? الباق. ونفس الحكاية برضك بغيب حرف الباق من تحت. من من فوق لتحت. بدوران وبطلع بيه بدرجة ميل. نطبق. اهو بالمنزر ده. دوران. صعود. نزول سنة. سنة صغيرة. ودوران في نقطتين. وصعود تاني. يبقى ايه? في ميل. هنا يبقى في مساحة. اخبارها. طيب ماشي. آآ الري. الري. نفس السنة بتاعة الباق. بتاعة الساق. هي هي هي. تمام? وبنزل بيها زاوية خمسة واربين درجة. وبشطفها لفوق كده. يبقى انا اديت هنا الشطف ده كده. انا قلنا الشطف ده ممشيش على السطف. الشطف ده ببصص لفوق. كمام? يبقى انا باخد السنة نفس السنة بتاعة الباق. او الساق. او اي حرف زي البه والته والسه. بادئ في الكلمة. بحطه. وبنزل خطه مستقيم خمسة واربين درجة. وبنهي بطرف لفوق. طب الهاء. الهاء هي هي ممكن. عارفين الدال? لما اجي اعمل الدال كده. اهي. دي الدال بتاعة الايه? بتاعة خط النسخ. الدال في اخر الكلمة المفردة. لو انت عاي تكتب دال. اهي. دال. هي هي بدرجة ميل اعلى شوية. بس بادام اتجيب الخط ده كده. اللي هو بتاع الدال. لا. انت بتصعد فيه لفوق. اهو. وبتجيب الثلاث نقطة التانيين. وبتنزل بيه. وبتبتدي الصغود التاني بتاع الالف. تسيب مساحة هنا. نقطة. ما تلزقش فيها. يبقى في مساحة هنا. تمام? طيب. بقالنا ربك. بقالنا ربك. بسيب نقطة. بنزل. وبسعد بالالف. النون بقى النون هنا مفردة خالص. السنة دي. بس يبتبقى كبيرة شوية. توقف عالسطر. وتنزل من من السطر. هنا كده بتبدأ انت من السطر. وبتنزل تحت السطر نقطة. وبتطلع. فوق السطر نقطة. تاني. بتجيب لك النون. يبقى احنا عندنا النون. انك انت. بدل ما 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 البيه او تاني. طب المساحة دي كلها قد. المساحة دي يعني خصاصة كده مسلا ايه? تلات نقط. تمام? تلات نقط مدورين زي اللي انا عاملهم دول. مش تلات نقط ببنط القلم ده لان القلم ده مش قلم مشتوف او قلم بسط عشان تتمشي عليه. احنا بنتكلم دلوقتي على الخط الايه اليدوي. طيب تمام? بقالنا ربك. بقالنا ربك. ربك احنا قلنا النوق السنة بتاعة البيه او الته. وهي هي بتنزل بزاوية. وبتشطفها. ادي. وادي السنة التانية بتاعة البيه. وبتنزل بيه عشان تصعد. بالالف. بالالق بتاعة الكاف. او بالرفع الجزء المرفوع في الكاف. وبتيجي من هنا هو شايفين الجزء ده يا جماعة? هو نفسه قصاده هنا. وبجيب الكاسة بتاعة الكاف. بان ربك او حق. الواو بقى. الواو هنا. الواو عبارة عن الجزء ده اللي هو يعتبر برضك رقم او تلات نقط بس مقلوبة. او رقم اتنين بالعرض. وبتيجي هنا كده. بتعمل الزاوية دي كده بالمنظر ده. تمام? وبتنزل بزاوية خمسة واربين درجة. وبتشطف القلم بتاعك بالمنظر ده. اديك شكل الواو. يبقى احنا او حق. قدلحة. بتنزل بيها. او حق لها. نرجع هنا من عند الباق. راق ري. قلنا هي نفس السنة بتاعت الباق. وبنزل بزاوية جماعة خلوا السنة تبقى فوق السطر. ما تبقاش ماشي عالسطر كده. يعني انا ما عملش السنة كده. ما عملش السنة كده. ما ينفعش غلط. لازم يبقى فيها مرونة. لازم خطي يبقى فيه مرونة شوي. اهو. انا طلعت فوق وسبت الجزء ده كده. لما يجي انزل بقى بنزل من هنا. بطلع بالمنظر ده. يبقى انا يا دوبي السطر بتاعي بيلمس جزء واحد بس من الحرف اللي هو يعتبر الجزء قبل الاخير. لو لو بصيته للكاف هنا. الكاف هي هي نفس الباق او التاق. اهي. الباق او التاق مفرده. تمام? الواو قلنا الواو عبارة عن مسلس كده. او رقم اتنين. وبتنزل بالعمود كله لحد بعد الجزء ده. وبتنزل بيه هو زاوية خمسة واربعين. الحاق نفس الحكاية. الجزء ده ميبقاش عدل. يعني لما باجي اكتب الحاق. وبعدها حرف نازل. ولو بعدها حرف صعد. يعني انا لو بعدها كده. لو بعدها حرف بعد النونة اهو. اه اخبارها به. بجيب الحاق كده اهو. وبحط السنة بتاعتي. لو كانت سنة او حرف صعد مسلا برضك. او ان كان كاف. تمام? المهم ان انا الجزء ده بيبقى فيه درجة ميل. اهو. ما بمشيش عالسطر. بيجيب ميل علشان اقدر ايه اعمل كده او اطلع مسلا بكده. هكذا يبقى الخط حتى الالم يبقى سلس في ايديه واقدر اتحكم فيه. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتخليك تدي الحرف حقه. ويباين معاك. عندك اللام هنا. الربطة بتاع اللام مع الهاء. انت عندك الجزء ده بتاع الهاء. ده حرف اديه لهو. وبعدين بتطلع. بكوس كده. بكوس ده الجزء ده يبقى قد الجزء ده مرتين. يعني ده حسابته كده اهو. ايبقى مرتين. قسمت الجزء ده على تلاتة. ادي واحد. اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة. تلاتة اجزاء. تمام? بتقسم ادي الدال. وبعدين بتطلع بجزء كبير. قد الجزء ده مرتين. وبتنزل بالهاء بتاعتك اهي. ودايما ان النزول بتاعك ما يبقاش على السطر ما يبقاش نازل مستقيم. يعني ما يمشيش كده. لا يمشي. يبقى فيه ميل لتحت. او نزول لتحت. عشان تقدر تطلع بالالف بعديها. او اي حرف بعديها. ممكن لو انت عايز تعمل ريه. هكذا. اتمنى ان انا اكون ربنا وفقني وقدرت ان انا قفيت كل مهاردة او في اول حلقة ليا او اول شرحي اول الدرس اللي في دراسة الكتابة بالخط الالم العادي. وكان معكم وليد وهبة من قناة سائغ الحروف. وارجو انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس والاعجاب بالفيديو.